لما ببص على السيرة الزاتية لأستاذ خلال عبدالقادر ألاقي برضو فيه تنوع هذا الخريج تربية رياضية ومعيد في كلية التربية رياضية ثم اتجهت الاتجاه التكنولوجي والمايكروسوفت ووصلت لمدير مايكروسوفت ومصر مش كده؟ واتجهت كمان لعمل في الرقمانة خاص يحكي لنا على هذا المسار المختلف طبعا أنا دخلت كلية تربية رياضية حبا في الرياضة مش حبا في التعليم لأن أنا كنت ساعتها بلعب وفي منتخب مصر وحركت أعلم طبعا أن إحنا وخدت أمم أفريقيا أخدنا الحمد لله أمم أفريقيا والأعلاب الأفريقية كان مصر بقالها 17 سنة ماخدتش البطولة الأولانية و25 سنة ماخدنش بطولة الأولانية وكان يمكن مش عارق إذا أقول العماد الرئيسي في المنتخب حركت لو بصيت على المجموعة اللي كانت موجودة كان معانا مجموعة جميلة جدا من أندية مصر كلها ومن الأقاليم الجميلة جدا ودي صدقات العمر برضو ولكن كان في مجموعة أساسية من النادي الأهلي نعادنا في رئيسيين موليدي 72 دي بنكسب مخسرناش لمدة 6-7 سنين اللي يمكن بطولة واحدة وكان عماد المنتخب يمكن من لعيبة النادي الأهلي ولعيبة جميلة في نادي الزمالك ونادي الترسانة ونادي نوادي سموحة وسبورتين كان منتخب جميل جدا طبعا دخلت كلية التربية رضية خلت كلية التربية رضية بالدوافع الرياضية علشان أتفرغ وكان عندي حلم أن أحترف لعيب أحترف كرة طائرة لأنه كنت شغوف جدا جدا باللعبة وبعد لما دخلت الجامعة طبعا والدي كان بالنسبة له ده صدمة كبيرة جدا جدا هو كان مقتنع أن أنا لازم أبقى وزير دكتور مهندس كان شايف برضا فيك حاجة أستاذ خال طبعا هو مثل الأعلى ربنا يرحمه ويغفر له وهو يمكن كل حاجة أنا أرجحها الوالدي والدتي هما أساس كل حاجة هما أهم حاجة في حياتي ربنا يرحمه ربنا يخليلي أمي طبعا ربنا يخلي فالحمد الله أن أنا تميزت وتعينت معيد في الجامعة وكان ساعتها عميد الكلية دكتور كمال دارويش بنديله الصحة وهو بصراحة كان بيحبني جدا وكان فخور أن فيه لعيبة دولية متفوقة علمية ومعيدين في الجامعة ولكن أنا ما كنت شايف أنه ده الطريق اللي أحبب أن أنا أكمل فيه وعشان كده بتديد أتوجه توجه تاني في العمل شغلي بطريقة مختلفة ويمكن بعد يمكن سنتين ثلاثة التحقت بشركة مايكروسوفت وشركة مايكروسوفت طبعا الشركات العالمية اللي موجودة وليها مكتب كبير جدا الشركة بنفسها اللي فاتحة في مصر ودخلت الحمد لله يمكن دخلت في مبادرة من المبادرات اللي الشركة بتطلقها مع الحكومة المصرية كانت أول مبادرة بتنفذ برا الولايات المتحدة الأمريكية كان اختاروا مصر وكان لها الحظ طبعا أن أنا كنت مسؤول عن المبادرة دي وهي مبادرة للتعليم كانوا مسمينها شركاء في التعليم أن إزاي نقدر ننمي قطاع التعليمي عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات عشان هدفنا نحسن المخرج التعليمي وبيل جيتس جي مصر لأول مرة في تاريخه يزور المنطقة ويمكن كان حظي أن أنا كان لسه بقالي فترة صغيرة جدا وناس بقالها عشرية سنة في الشركة أن أنا ولازم بيل جيتس أن أنا أعمله البريفنج أو أديله شرح وافي لاجتماعاتنا اللي هتتمل في الحكومة في وزارة التربية والتعليم وإطلاق المبادرة طبعا الرجل ما بتقابل الشخصيات دي في حياتك بتتعلم وبتسمع وطبعا دي شخصيات ملهمة في الحياة تدركت طبعا بقى في مايكروسوفت بعد كده أن أنا بقيت مسؤول القطاع ومدير القطاع الحكومي بعد كده اشتغلت مسؤول القطاع الحكومي والتعليمي والمسؤولية المجتمعية لأن طبعا الشركات الكبيرة دي بيبقى فيه جزء كبير للمسؤوليات المجتمعية وإزاي تقدر تنمي المجتمع مش بس كله تبقى هدفك ربحي وتجاري وبعد كده الحمد لله أن أنا يعني تم اختياري لأن أنا بقى مدير عام شركة مايكروسوفت مصر وعدت طبعا 8 سنين وكانت برضو من السنين الجميلة والمميزة جدا جدا ثم امطلقت من خلال مايكروسوفت لشركة خاصة بك آه هي طبعا خروجي من مايكروسوفت كان خروج صعب جدا 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 لأن أنا بحب الشركة جدا وهم الحمد لله بحبوني جدا ويمكن قضيت برضو سنوات جميلة يمكن احنا على مدار الثمان سنين اللي كانت مسؤول فيها مع فريق العمل في مصر احنا كسبنا أفضل مكتب لمايكروسوفت في العالم في الميرجينج ماركتس في العالم كله ثلاث سنين وربعات ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ مايكروسوفت خالص وأنا بأرجع الفضل ده لفريق العمل اي وكمان لتعملاتنا وشراكاتنا مع الحكومة المصرية والشركات اللي موجودة في مصر كان فيه رغبة حقيقية للشراكة عشان نقدر نساعد الشركات دي كلها اه فطبعا مايكروسوفت دي كانت فترة لما خروجت بصراحة كان يعني بداية كانت مقابلة مع سيادة الرئيس الجمهورية احنا كنا في مجموعة نهارده الصبح انا كنت بتكلم على الموضوع ده في اجتماع ان الرئيس الجمهورية كان مهتم جدا بريادة الاعمال والشركات الصغيرة المتوسطة فقابلنا سيادة الرئيس في مجموعة من 8 او 9 اشخاص في سمية مجموعة شباب المبدعين اه وطبعا انا ما كنتش ولا مبدع ولا شاب ولكن كان معانا شباب مبدعين واحنا كنا يعني بنعرض على سيادة الرئيس الافكار الملهمة والشركات اللي موجودة في مصر اللي بتصدر وعندها افكار خارج السندوق ده عصف زهني فهو طبعا وانت عايد معا بيبقى عصف زهني وعصف عاطفي اللي انت بتخرج بالزبط اكناك في السادة القاهرة مئة الف مشجع بتبقى عايز تخرج تشجع مصر يعني تقول النشيد الوطني لانه هو ملهم جدا بالزبط وكان هو اتكلم في كذا نقطة ونقطة السيئة اللي اتكلم عليها الشركات الصغيرة المتوسطة وابتدت رحلتي مع تطوير ودعم وتمكين الشركات الصغيرة المتوسطة قبل ما اخرج مايكروسوفت ان دي الفكرة اللي انا حابب جدا اخرج عشان وخرجت وانشأت شركة اسمها كليتك وشركة الحمد لله مهمتها الرئيسية تمكين ودعم الشركات الصغيرة المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة كتيرة زي البنوك بنك مصر مؤسسات حكومية كتيرة جدا مؤسسات قطاع خاص ويمكن قدرنا ان احنا نجذب مستثمرين من الولايات المتحدة ومستثمرين من بلاد تانية ودي قصة احنا فخورين بها ان تبقى شركة مصري طبعا كل الشغالين مصريين بفكر ابتدى مع يعني قيادة سياسية وبنطبق ده واخدين دعم قوي جدا جدا لان يعني اللي برضو شايف الفكر ده ومؤمن به جدا جدا وبينفزه طبعا سيادة مجلس الوزراء بالكامل بس كمان البنك المركزي فمعالي محافظ البنك المركزي مهتم جدا بتنمية وتطوير الشركات الصغيرة المتوسطة وهتلاقي الدولة بالكامل في برامج كتير جدا 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 لتمكين ودعم الشركات الصغيرة المتوسطة ده التوجه اللي جاي ده التوجه اللي جاي كمان واتعمل فيه هو بس الناس كتيرة مش ممكن ما تبقاش لمسة لان ده بيحتاج بالزبط زي بالزبط بتبني عمارة ففيه بزبط في حاجات كتيرة انما طبعا الشركات دي احنا لازم نلحقها لان هي ما تستحملش تستنى الشركات دي مهتمية بحلول سهلة وبسيطة حلول تتماشى مع احتياجاتها متطلباتها وحلول ذات عائد مغري جدا استثماري ودي الشركة وده النموذج انا سابل استاذ خالد بيتكلم ومؤكد ان انتم زي مستمتعين بهذه التجربة وهذا النموذج فيه كتير من تدفق النجاح فيه كتير من الطموح فيه كتير من استلهام تجارب كتير جدا فيه كتير من الحرص على النجاح حتى وان كان تضحية بموقع عمل كبير جدا لكن لاهداف تانية جانبية كبيرة ايضا ده نموذج كتير جدا